عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم محدثات رسمية مع رئيس البرلمان الألماني الدكتور نوربيرت لامورت والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وتطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبولي تعزيزها وتطويرها في كل المجالات لسيما في شقها البرلمانية عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيفة برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب سمو الأمير حفظه الله ورعاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي في إطار ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية متينة ضمن إطار العلاقات الأخوية كما اطلع مجلس الوزراء على رسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تركزت حول العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من معالي ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة والتي تعلقت بزيارته المرتقبة للبلاد وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجلات كما اطلع مجلس الوزراء أيضا على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من معالي ايدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا والتي تضمنت الشكر على دور دولة الكويت في دعم المشاريع المهمة في ألبانيا ثم حاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء بنتاج مشاركته ضمن الوفد المرافق لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه لحضور المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا حيث عقد في المملكة المتحدة مؤخرا والذي أكد سموه وحفظه الله ورعاه من خلاله على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب السوري ويشعر بمعاناته وأنه لن يتخلى عنه في محنته وأن دورة الكويت قد ساهمت بقيمة 300 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات وذلك لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق آملا من المجتمع الدولي وضع هذه المأساة أمام عيونهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب في معاناته المأساوية التي يعيشها كما حاط مجلس الوزراء كذلك بفحوى لقاء حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه بصاحبة الجلالة الملكة إليزابيت الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة وصاحب السمو الملكي دوك أدنبرا الأمير فيليب وما حظي به سموه حفظه الله ورعاه من حفاوة وتقدير بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الراسقة بين البلدين الصديقين وبهذه المناسبة عبر مجلس الوزراء عن بالغ التقدير والاعتزاز لمبادرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه ومشاركته بترأس هذا المؤتمر الذي استضافته المملكة المتحدة الصديقة والذي يترجم ما يوليه سموه وحفظه الله ورعاه من اهتمام وإحساس بهذه الماسات الإنسانية سائلا مولى القدير أن يزيح هذه الغمة عن الشعب السوري الشقيق ويفرج كربته ثم عرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح على مجلس الوزراء تقرير الهيئة العامة للرياضة بشان استراتيجية تطوير الرياضة الكويتية من منظور خطة التنمية حيث استمل على ستة محاور القطاع الرياضي الاهلي القطاع الرياضي الحكومي القطاع التربوي والتعليمي الإنشاءات الرياضية الطب الرياضي والخصخصة وقد تضمن التقرير الخطوات العملية التي تم اتخاذها تنفيذا لهذه المحاور وتفعيلها من خلال برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية ومنها دعم البرامج الفنية التي تعد لتطوير مستويات اللاعبين في المسابقات المحلية والخارجية خصوصا الألعاب الفردية والاهتمام بالرياضة النسائية والاهتمام بدعم رياضة ذو الاحتياجات الخاصة والعمل على فتح أندية جديدة في شمال وجنوب الكويت والعمل على مساندة الأندية بدعم مالي مناسب لنظام الاحتراف الجزئي والعمل على إعادة هيكلة الإدارات وقطاعات الهيئة كما تم التعاون مع وزارة التربية في تنفيذ مراكز التدريب الرياضية المشتركة بين الأيات العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية من خلال التواصل والتعاون بين المدارس والأندية الرياضية وكذلك التعاون مع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة التي تقع تحت مضالة وزارة التعليم العالي لدعم أنشطتها الرياضية والاهتمام بالمنشآت الرياضية والتي ستكون من أولويات عملية التطوير الرياضي وتطبيق التأمين الصحي على لاعبين منتخبات الوطنية ودعم إشهار الأندية الرياضية التجارية الخصخصة كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر